قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان حلقة خاصة ومميزة بعنوان تكريس قلب يسوع الأقدس وقد استضاف البرنامج الأب بشير بدر مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج للاتين حيث أكد خلال الحوار أن تقديس قلب يسوع هو في صميم الكتاب المقدس وهو روحاني بامتياز وذلك حبا مننا لتمجيد معلمنا ورمزا لمحبته لنا فإلى هناك أبونا فيه كثير يعني أوقات بصير إحنا الحلقة الماضية كنا عم نحكي عن عتاب المحبة وكنا نقول إنه فيه عتاب كبير بمحبة من عاتب إنه فيه عتاب كبير بتقصير بعض الأشخاص المؤمنين بممارساتهم بإيمانهم بفهمهم يعني بفهمهم لهذه التعليم الفهم العميق مش مطلوب بس من المؤمن إنه أروح يوم الأحد أصوم الزمن الأربعيني أحتفل بعيد الميلاد أحتفل بالثلاثية الفصحية وانتهى الموضوع وإحنا خلصنا من هاي السنة ثاني بقى نيجي السنة اللي بعديها نبلش بعيد الميلاد وعيد الفصح وإلى آخره من هذه الممارسات اللي بعتبرها إنه هذه مظاهر الخارجية لكن هذه العبادات اللي هلا إحنا عم نحكي في حلقتنا اليوم عن عبادة قلب يسوع الأقدس وكنا نحتفل بشهر أيار الماضي قبل أكمل يوم خلصنا عبادة قلب مريم الطاهر وكرسنا شهر أيار لصلاة السبحة الوردية كل نهار فهذه العبادات هل تعتقد إنه مثل ما في بعض الفئات اللي بتقول إنه عم بتشتت المؤمنين في هذه العبادات أو هذه التقوص أو عم تبعدوهم عن الجوهر الإلهي اللي هو القداس والإنجيل المقدس فمن هذا المنطلق نحنا منحاول دائما وإحنا كل سنة منركز إنه نرجع نعيد مفهوم هذه العبادات وهذه الأنوار السماوية اللي عم تيجي لإلنا للبشرية من خلال القديسين والقديسات من خلال الظهورات الإلهية فهذا هو سبب أبونا إحنا دائما منضوي على هذه الأمور وهذه العبادات لأنه هذا منواجب كل إنسان مؤمن يفهمه ولربما يعتقد البعض أنها فكرة جديدة من هالرحانيات اللي خرجت في القرون الحديثة ولكن من يتتبع موضوع قلب يسوع يجد أنه في صميم الكتاب المقدس وأن هذا التكريم لقلب يسوع ليس حديثا وليس لاتينيا من حيث الرحانية بل هو كتابي بامتياز بس الكنيسة اللاتيني هي اللي بتمارس هذا الشهر؟ هي اللي بناء على ظروف تاريخية وقدسين وقدسات كانت الرائدة في إظهار التكريم والسجود والشكر وعواطف الامتنان لقلب الرب على محبته الكبيرة كان تقليدا لاتينيا ولكن اليوم الروحانيات والنسان المعمد هو واحد أينما كان وبالتالي العاطفة الإيمانية هي ذاتها أريد أن أعود معكم إلى أهم مشهد في الكتاب المقدس في الإنجيل وهو يسوع على الصليب نعم أوكي وهناك يقول الإنجيل طعنه أحد الجنود بحربة في جنبه فخرج على أثرها دم وماء علميا هو ضرب عضلة القلب نعم فخرج منها هذا الماء علامة احتشاء عضلة القلب ولكن الدم أيضا هو الحياة في الإنسان أن الرب أعطانا حياته وهذه العلامة ستبقى مرافقة هذا القلب الطعين أو المطعون عندما قام يسوع بين الأموات وقال لتومة تعالي ضع يدك في جنبي يعني شوف قلبي الذي أحبكم هذا الحب لما ظهر يسوع للقديسة مارغريتة وماريا لكوك بالقرن السابع عشر ألف ستمية تصف أنه حمل قلب خارج صدره وبهرز هو بيديه وقال لها هو ذا القلب الذي أحب البشر كثيرا ولكنه لا يجد منهم سوى الجحود والنكران فبدي أستخدمك أي الذكر الناس بما حبتي إلهم وأنني أريد أن يبادلوني هذا الحب بعض الأشخاص بقول أنه ليش هالقديسين كلياتهم طالعين من المناطق مثلا من فرنسا بعض القديسين أنه أكثر القديسين اللي فيهم هذا التنوير وإحنا اتبعنا هذه العبادات من خلال هذول القديسين اللي هي خارج منطقتنا الشرقية وانطلقت من هناك من فرنسا مثلا هالقديسة مثل القديسة مثل لورد ومثل لسالات ومثل كاترين لابوريل أيقونة العجائبية القديسين سان تاريز وسان ويس وسان مارغاريت على كوك اللي هي عم نحكي على عبادة قلب يسوع اللي هي نشرتها ولكن فرنسا طبعا مش متبعة هاي العبادات اللي انطلقت منها من خلال القديسين والقديسات من هذه الأماكن ولكن مين اشتذبها من خارج فرنسا من هالمناطق وبتحس إنه بعض العبادات أبونا مشهورة أكثر في المناطق الشرقية من مناطق الأراضي المقدسة من المناطق الميدل إيس اللي هي منطقة الشرق الأوسط فبحث هذا التركيز لماذا علينا ومن خلالنا ومن كنائسنا الشرقية التي زهمهم أكثر بهذه العبادات عن الكنائس الشرقي لما بحكي بشرق البلاد العربية الكنيسة لم تكن تعرف شرقا غربا هذا كنوز الكنيسة والقديسون هم هذا الكنز الكبير لمفعول الإيمان بالمسيح في حياة المؤمنين فهو يخص الكل ولا يخص كنيسة معينة أو يخص بلد أو جمع هذا إرث روحي إيماني للكل قديسو الشرق يخصون الغرب وقديسو الغرب لأننا في يسوع المسيح نحن في شركة القديسين الواحدة كلنا واحد إنما كان في ظروف روحية تاريخية ساحمت في نشر روحانيات أكثر من غيرها ابتدأت الرهبنة في الشرق ثم ازدهرت في الغرب الآن تتراجع في الشرق أو تراجعت كثيرا ولكن الأديورة عامرة وبخاصة الأديورة النسكية في مناطق كثيرة في العالم ولكن في هذه الأديورة والرهبنيات بخبرة هذا التصوف الإيماني الروحي انتشرت كثير من الروحانيات المسيحية اشتركوا في القناة